كم ساعة تقرأ في اليوم والكتب اللي تختارها؟ وطبعاً للعائلة لها حق في الجلوس إذا أنا قاعدت في الدوام مثلاً من الساعة ستة أو من الساعة سبعة إلى الساعة ثنتين أو ثلاث فلا شك إن بعدها أنا قاعد مع العائلة وغيرها بس نفس ما سويتني تنظم وقتك يعني وقت ما أنا جالس على طول مسكت كتاب وقدرت شوية أقرأ منه وبعدين ترى مشكلة تاريخ يعني ها شو تقرأ؟ تقرأ شيء ثاني لأن أنا صراحة وقعت ممكن لا لا بعيد عن روايات وبعيد عن الأشياء ما تقرأ روايات؟ لا 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 شو تقرأ غير التاريخ؟ يعني حبي أو اللي سحبني إلى المادة التاريخ هي الكتب الفقهية والدراسات الإسلامية هي اللي شدتني فلابد أني أنا أرجع لها على الأقل نرجع لترقيق القلب بدال القساوة اللي موجودة بالتاريخ نزين طبعا أنا بستفيد منك شغلة اليوم بسألك أن اليوم نحن نختار كتاب أو نقرأ أو حتى نشوف معلومة دائما يصير في عندنا بعض الكتب تسوينا الشك في المعلومات اللي نحن كنا نعرفها من قبل شلون نقدر نتحقق من الكلام اللي موجود ونفرق ما بين المعلومات اللي نحن خزدناها من زمان وبين المعلومات ممكن اليديدة اللي ياسينا أخذها سواء في التاريخ أو حتى في مجالات أخرى؟ التاريخ إذا ذكر أحد القدماء حادثة تاريخية هي تبقى ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان يعني إذا حدثت حادثة في إمارة الفجيرة مثلها ضرب المركب تبقى هذه مذكورة إلى أبد الدهر ما تتغير حقيقة حقيقة لكن إذا ذكرت حادثة أو إذا ذكر تقسيم جغرافي في المنطقة فلا شك أن التقسيمات الجغرافية هذه تتغير مع الزمان تتغير مع القادة تتغير بحكم الأجيال اللي تمشي اللي مرت اللي مرت يعني دولة البرتغالية الدولة مملكة هرموز المملكات الدول العثمانية العباسية والدول الأموية وهذه الدول الكبيرة صار فيها تغيير جغرافي كثير على مناطقهم إمارة الفجيرة الإمارة الجميلة العديبة والقريبة يعني على قلوبنا تاريخها ما يخلص ما يخلص ما يخلص في شيء نحن ما نعرفه عن إمارة الفجيرة اللي قرأ الكتاب الأخير بيعرف أنه في شيء جديد حل فيها شو هو الكتاب وشو هو الشيء الكتاب أصدرها بدعم من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العلال للاتحاد وحاكم إمارة الفجيرة الله يطول عمره ويخليه وبارك في ذريته وكذلك سمو ولي العهد الله يطول في عمره ويخليه دعم الثقافة بشكل غير مسبوء من ثلاثة أيام أو أربعة أيام تقريباً صدر كتاب تاريخي اسمه الفجيرة وآثارها حلو ففي الكتاب في جدول لحكام الإمارة اللي حكموا من بداية الإمارة نشأة الإمارة زيان إلى عصرها الحالي حلو قبل كنا عادين الحكام أو المشيخات اللي مرت على الإمارة بست حكام الكتاب هذا طلع لنا بواحد إضافي هاي المعلومة اللي دي هذه المعلومة الجديدة هذه مش فقط معلومة جديدة هذه ستظل متى من طلعت في من كتبت في هذا الكتاب إلى أبد أبدي زيان منو هذه هي الشخصية اللي ما كانت يعني معروفة والحين يعني حطوها في هذا الكتاب إذا قلت ما بنخلي القراءة يتابعونها نختصر عليهم أستاذ يعني هذه شغلتك أنت تحب تختصر عليهم الشيخ عبدالله بن راشد أعتقد والله إذا ما خالني الإسم عبدالله بن راشد الشرقي الدكتورة ميشيل زيولفسكي وزميلها في مؤلف الكتاب طلعوا وثيقة من الهند شافوا بأن الإسم حاكم الفجيرة في سنة 1842 أو 1848 بهذا ما أذكره بالضبط حيث أربع نانية ولكن في الألف وثمانمية مش ألف وتسعمية ألف وثمانمية نعم ألف وثمانمية فاللي حصل أنه شافوا رسالة صادرة بهذا الاسم فعرفوا أن هذا الشيخ لأن الفترة اللي ما بين ألف وثمانمية وثمانية إلى ألف وثمانمية وستة وستين هذه فترة مفقودة من في إمارة الفجيرة ما لها ذكر في الوثائق ولا فطلعت لنا فيوم شافوا الوثيقة فطلعت لنا هذه الوثيقة ذكرت لا في حاكم في هذا الإمارة موجود واسمه كذا فزادوا حاكم حلو يعني غير أن معلومة يديدة وما كانت معروفة أيضا تعرفنا على هذه الحقبة اللي كانت موجودة وإضافت إلى الكتاب وإلى التاريخ هذا صراحة يعني سبق جميل منهم وجهد طبعا يشكرون عليه